السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اهلا في المحاضرة الاخيرة من المحاضرات طاول وغير في مادة الباور بوينت. هنكمل النهاردة الجزء اللي اشتغلناه. احنا اشتغلنا على التبويب واتكلمنا على اهم الادوات الموجودة فيه. النهاردة هنكمل الجزء المتبقي تلات تبويبات الاخيرة منه. اه التبويب تيكست اه جروب تيكست اسف وميديا. مبدئيا تيكست احنا اتكلمنا عن اجزاء منه لما قلنا ازاي ادرك هيدر وفوتر. واتفقنا ان السلايد ملهاش غير فوتر بس. والفوتر ممكن يكون ديتا ديتا نتايم. او سلايد نومبر او فوتر نصي تكتبه انت بايدك فيظهر في قاع السلايد يعني. واخد قرارك لو انت عايز الفوتر بتاع السلايد ده او اللي انت عملته كفوتر يعني. يظهر في الشريحة اللي انت بحددها بس يبقى تقول. لو عايزه اقصد في كل الشرايا يبقى تقول. طيب لو عايز اعمل هيدر وفوتر. اه يبقى اه اسف. انا قلت السلايد ملهاش غير فوتر. اما البيج اللي هتنطبع وجوها السلايد بتاعتي بنسميها ودي اللي ليها هيدر وليها فوتر. تاني السلايد ملهاش غير فوتر بس. اما البيج اللي هتنطبع وقفها بقى اصدار او اتنين او طريقة حسب ما هتتزبط. دي بنسميها هند اوت فدي ليها هيدر وليها فوتر. وطبعا ابلايت غول ملت عايزة تبقى فيها هيدر والتانية لها. اه هي عبارة عن نوع من انواع اه الاشكال الهندسية بس النصية. يعني بتكتب نص وعمل معاملة الشكل الهندسي. فلو اخترت هنا كده من اخترت الامر اخترت معين. زي ما انتم شايفين كده كل الاسم. فهعمل على هبصة لاقي كده زي ما يقول فيه تيكست بوكس ظهر لي بيقول يور تيكستير. هكتب مثلا اهي كامسات. فده كده نص لكن معاملة الشكل الهندسي او الشكل الرسومي. والدليل على كده ظهور شيب فورمات بعد هل. تمام? اقدر اعمله معاملة الشكل الهندسي تماما بمعنى ان ممكن اعمل له فيلم. من الابلور مسلا اهو. كانه هو تيكست بوكس عادي. اغير بتاعه الاطار الخارجي. احط له الشكل نفسه. الشكل الهندسي نفسه. الاطار نفسه يعني. اوكي? وهكذا. لو عايز اعامل التيكست نفسه لجوه الورد ارت يبقى اه اروح للورد ارت ستايل وابدأ اقول له لا والله يخليه بالشكل ده او بالستايل ده. اختار لنا ايه شايفه مو ناسب. ولو عايز احط افكت عالتيكست مش عالشيب يبقى من تيكست افكت. في جلو برضه اهو. ويعني شوف انت عايز تعمل ايه بالزبط مشتاب. اوكي يا شباب ده بالنسبة للورد ارت. طيب. اه الجزء اللي بعد كده انك تحط وانك تحط سلايد نمبر. وانك تحط اوبجيكت. اه اسمحولي اتكلم على الاوبجيكت الاول. ونجروب تيكست. اتكلم على الاوبجيكت. واسيب ديتا من تايم. وده وسلايد نمبر للاخر. هقول لكم ايه كمان دقايق. يعني عشان اوضحها دي. هخلص اه اه اتابوه الانسيرت للاخر. واسيب ووروح لتابوه التاني. هيبان اه ميزة او استخدام كبير للاداتين دول ساعة. لكن خليني الوقت في اوبجيكت. حروح للسلايد خاضية خالص اهي. سلايد جديدة خالص حتى. وهدرك فيها. يعني اوبجيكت. يعني ملف تاني. ممكن كل ملف ده جاي من الرسام. جاي من الورد. جاي من الاكسل. زي ما انت عايز. اقول له والله انا عايزه يبقى من الرسام. هيقول لي موجود. يعني في فيه انت عامله بالرسام فعلا. هيبقى فرون فايد. وتقول له هو فين براوس. او انت عايز تحط جوه الشريحة دي كائن جاي من ملف تاني يعني من الرسام بس نيو لسه هيبقى فوضيه هترسم جوه. هقول له نيو اوكي. فتح لي برنامج الرسام. ابدأ اشتغل عادي كاني برسم آآ لوحة. يعني مسلا انا شغال اهو. كاني شغال على لوحة بالزبط. عادي جدا. امكانيات الرسام التقليدية. كايني مسلا برسم آآ نموذج بشجرة. حاجة زي كده. خلصت رسم اروح اقافل نافذة الرسام. الاقي الابجيكت اتحطت جوه السلايز. يعني انا استفدت من مزايا الرسام جوه الباور فوينت. هتبقى ارجع تاني واعدل دابل كليك. فيدخلني جوه الايدوتر بتاعي اللي هو الرسام وابدأ اكمل شغل زي ما انا عايز. نفس الكلام ده كان ينفع اتجاب من واختار الابجيكت ده مش جديد ولا حاجة ده موجود. فايل وبراوس. حيقول الفايل ده فين? والله المرة دي حقول له الفايل بالتاعي. عبارة عن ملف مسلا اكسيل. اهو مسلا تدريب طول غير. بقول له اوكي. كده قدرت اجيب. بس من ملف موجود بالفعل. مش ملف فاضي. نوع ايه? نوع اكسيل نوع السام زي ما انا عايز. بقول له اوكي واشوف كده النتيجة. كده عاملة بزيزي. تمام? هيبدأ يحمل اهو آآ شيط اكسيل من الملف اللي انا اخترته. ويعرضه جوه بامكانيات الاكسيل الكاملة. يعني انفع اعدل وحطه معادات اكسيل زي ما انا عايز. اطلع برات كليك يبقى انا رجعت للباور بوينت تاني. وهكذا. طبعا هو بس فيه اه سماحية يعني اه انابل. احطي له اهو شيط من اكسيل. جوه سلايد بتاعتي. اه كصورة او كوبجكت يعني حتى بقول له عليه فورمات. يعني ده اعتبره اه شكل هندسي. ينفع الوحل لشيط فورمات وفتح وغمق وعمل له فيل يعني كأنه شكل هندسي عادي جدا. طب امال فيل ما زي الاكسيل. اه احنا زي ما عملنا في الرسام. لما حطينا اوبجكت من الرسام عملنا ايه? عملنا على الوبجكت. هيتفتح جوه المعمول من خلاله اللي هو في حالتي انا هنا هيبقى الاكسيل. يبقى عشان اشتغل على الاوبجكت. ما يعملش معامل تشتاكل الهندسي. يبقى دابا الكليك عينيه. هيفتحه لي جوه برنامج الاكسيل اهو. وابدأ بقى اكتب معادلاتي. اه اشتغل بقى زي ما عايز. انا كده في الاكسيل خلاص. ادوات الاكسيل بقى اتكلم معي. هي تبويض شغل الاكسيل تقريبا. خلصت شغل اعمل رجعت والوبجكت ساعت هيرجع تاني كأنه شيء او شاك هندسك. ده كده بالنسبة ادراج كائن. يبقى تاني ادراج كائن هو اني بقدر الجوه شريحة معينة عنصر. العنصر ده جاي من ملف. او هو عنصر من ملف يعني. قد يكون ملف فاضي جيد. يبقى او ملف موجود يبقى واقول له براوس واقول له في المكان الفلاني. نوع الملف ايه بقى? هو قال لي عندك انواع كتيرة. صورة من رسام ملف ملف تاني. شوف انت عايز ايه. طيب حلوة. هعمل شريحة تانية جديدة. فاضي برضو. واول دلوقتي انا عايز اكمل ليبقى انسرت ها? اه جروب سيمبلز. سيمبلز يعني خلي بقى لنا بقى من حاجة برنامج يختلف عن ما ينفعش اشتغل على سطحة شريحة بدون اه التواجد داخل يعني حاجة كده زي الاطار النصي زي لازم يكون في مكان محجوز لكتابة النصوص عشان احط جواه سيمبلز او اكتب تيكتز. طيب دلوقتي لو دست سيمبلز يقول لا ما عنديش امكانية احط لك ايران زي ممكن احط لك بس. لا يا عم انا عايز اعمل سيمبلز يبقى لازم الاول اعمل لك او يكون فيه موجود من البداية في الشريحة. ووقفت جواه دلوقتي بقى هكتب ينفع اقول هلاقي الامر بقى اكتب معي يبقى الامر مش هشتغل الا داخل يستقبل النصوص يعني. حاول له اوكي السيمبلز اللي عندك ايه? السيمبلز متقسمة خطوط يا جماعة. وطبعا متقاب جدا الخطوط ده ديت يعني او حسد يعني اخدها ايه? اخدها هنا واي. كل فئة خط تحتوي على مجموعة من الرموز. يعني مسلا لو دخلت على فئة الخط الاسمي. اه مسلا ده او دي الخطوط المتاحة اللي هو. الرموز الخاصة اللي ايه? ايه اللي ظهره? اه فيه. تمام? اقول له لا والله طب عندك ايه تاني يقول لي والله يشوف الخط الاسم مسلا لايبر. وهكزا. كل فئة بتختارها بيزهر الخطوط الخاصة بها. فيه رموز طبعا كدس. طعب اجيبها من كيبورد. زي فاي مسلا تحت الرياضة. زي العلامات الخاصة اللي تكتب في الدكشنري. اللي بتعرفك النقط اللي يعمل ازاي? الاقصار. الرموز الخاصة في الوقت اللي هي زي الفرانساوي والألماني والإيطالي. رموز غريبة شوية كده معرفش اجيبها من كيبورد خالص. فدي موجودة ببعض الخطوط. او اشتفقنا يا شاباب. تختار ما يناسبك وتبدأ تحدده بالماوس وتقول. بعد كده فيتم ادراجه داخل البلس هولدر بتاعك. ويعامل معاملة النص العادي من حيث التكبير والتصغير والتلويم عادي جدا. يا جماعة. تمام? وشير دواوة. شوف انت عايز تعمل كأنك بتتكلم مع تكست عايز. هو في النهاية نوع من الانواع تكست يعني. وكده بالنسبة للسيمبل. اه نطلع بره ولنقى بره خالص على سطح الشريحة نلاقي شغالة معنا بقى. شغالة حتى لو ما فيش بلس فولدر يستقبلها. لان هي نفسها بتدرج عكس السيمبل. السيمبل ده تكست. فمحتاج مكان يستقبله. لكن هتعمل بلس فولدر. لما قلت له قال لي اه اشهر ايه يعني هو جايب لي او اكثرها شبعا. زي مساحة الدايرة. فكتبهو لي اهو. يعامل يعامل معاملة يعني ينفع اكبر كده. وغير ابعاده. فورمات عادي جدا كأنه شكل هندسة اهو. بكبر ابعاد وعرض. الشكل الهندسي. وينفع عادي جدا منهم اكبر حجم الخط اللي جوه. كأني بتكلم على تكهز تقليبي بس يفرق في يا شباب. انه في خصائص المعادلات. يعني ينفع عاقف بوا كده كلك. هلاقي التبويب كمان اضافي. غير ان هو شكل هندسي. يعني غير له بتكلم على الاطار الخريجي بتاعه. باعتداله شكل الهندسي اللي هو الاطار ده. لا. بتتكلم على الجوة الاطار كاكويشن بقى. فتود لي تبويب كمان مع اسمه اكويشن. فبيقول اتفضل انك عايز تعمل ايه الاكويشن دي. انك عايز تعدل فيها. بدل ما هي المعادلة اسمها ايه ايه ايقوال باي. ار سكويل. ممكن تروح انت يعني مفتكس كده حاجة وتقول له الله الله هنحبك لكده وسطا. ومن الاكويشن اقول له خطيدي مثلا اه الجزر ده مثلا. النمط ده من الجذور. يعني انا بدي امثلة. وتروح اقول له ده مثلا هيبقى الجزر التكايبي اهو. انا بضرب مثال يا شباب. الكلام ده طبعا. يعني مش حقيق. مش دقيق. بس بقول لكم داني اميكانية. من خلال التموض الخاص. اني اعدل واكتب رمود خاصة. تاني. تاني. مش محتاج اقب جواب ليس فولدر ينفع على صفحة الشريحة. في مكان فاضي عادي جدا. اقول له لان هي بتعمل ليس فولدر. خدنا اللي هي مساحتة دائلة في آآ ذات الحدين بقى وهكذا وصين كوزاين والحاجات الايه. واللي هي الجزر التربيعي المعدلة التربيعية والكلام اللي ايه المشهور ده. مساين الفا بلاس او مينس ساين فيتا. اه اللي هي دولة الفترابية يا شباب. مش عاجبني كل الكلام ده هقول له واللهي انا هرسم لك انا معادلة من عندي. يعني انا مش شايف ولا معادلة من المعدلات دي. آآ تلزمني. مش هي دي اللي انا عايزها. فهيقول لي طب اتفضل ولينا عايز تدرج معادلة ازاي? هقول له. وابدأ بالماوس او بالتاش بين يعني. ارسم معادلة يد او كده. اقول له اكس. طبعا لازم حاجة تكون حساسة. مش زي ما انا بارسم بالماوس كده. اكون معاك قلم يعني خاص. مثلا هو طبعا مش شايفة اكس ولا حاجة بس انا اقصد كده يعني. اكس تربيع. دي طبعا حساسية ماوس يا شباب مش اكتر. خلاص? انا بارسم معادلة بقى. يعني انا عجبني كل اللي بتنضيها اللي انت عملتها لي. انا بارسم لك المعادلة دي اكس تربيع زائد. واي اكوال مساوي مساوي مسا زيت. طبعا ارها صح اولاء ده راجع نمين راجع لحاساسية الماوس. في امكانية لطيفة هنا. انا امسك او الجوما يعني. اقول له معلش الاكس تربيع دي بايزة ليني كده. انا باس الجوما. انا بقول له دي كده. انا باسك لنزل لسه. اوكي. انا بقول له اه سيلكت اندو كوريكت. انا بقول له خد دي كده. انا بعضها. وهو بيبدأ يقترح عليك تحب عمل فيها ايه? هقول له لا والله دي. ايه حاتل صحها خالف. كيب اهيت. ايه. ايه. اه. احسن. بس حتها خالف. وهخد الانم تاني او واكتب بقى مش هكتو افضل شوية اهو اكس. كده الدنيا بقت احسن. اكس وباباور اهيت. مسلا. ايه. ايه يا شباب? زي ما قلت لكم الميزة بتاعت البومة. انا حسن يعني حسن في موقف مش جيدة. اقدر اعد بتنزيلة. ما انا عايزة. اه تمام? يعني على قد ما ايه قدرت يعني وطبع ان شاب بيتي يعني. مش هطول فيدي كتير. الفكرة على الرابط. انه ينفع ارسم بيدي معجلة. جديدة خالص. ملاشا. قوله انسيار فيتم اضرابها هنا ويظهر الشريط اياه بتاع عشان اقدر ازاول بقى بعدها واقول له ايه كذا. بس هلاحظوا انك لازم تبقى هو المعادلة مش في نهاية. في المنطقة اللي هي الجريد. واتا ازاول فيها ده انا معاكم. ده كده بالنسبة. مهام? خلصنا كده انا قلت فيه جزء يعني ادتين. لقاسب خلصنا ادتين هتجلهم شوية ده هما والسلايد هما موجودين في الهيدة الفوطر لما افتحهم بلقص بسلايد فوطر. طب ليه موجودين برا هنا هقولوا ده كمان دقايق. هكمل بس بقية الجروب الاخير اللي هو ميديا. انسيرت والجروب ميديا. حدرك جوة الشريحة وسائط متعددة. الوسائط المتعددة ممكن تكون حاجة من تلاتة. يا فيديو. يا اما اوديو. انا في صوتي. يا اما سكرين ريكوردين. تاني كده. جوة الشريحة بتاعتي. حدرك يا اما فيديو. يا اما قدرك صوت. يا اما قدرك تسجيل الشاشة. نشوفوا مع بعض بصرعة كده. فيديو. هيسألني زي ما عملنا في كده. احب الفيديو ده من جهازك. يعني ادرك لك فيديو موجود من الجهاز. ملف فيديو عندك عايز تحطه. ولا يعني اجب لك فيديوهات من مكتبة مايكروسوفت. ولا اونلاين فيديوز اعمل لك على اي فيديو. والله هيقول له هاتلي فيديو من فيديوز. فيديوات مايكروسوفت كده. اولي بالجهزة. يعني ارباد رمسة. هاتلي مسلا كرتون بيديو. هم نشوف كده. انا اسف هم نخط فيديو. هي حقول له هاتلي حوالي كده فيديوهات جاهزة من عندك استخدمها بتاعي. اخو مسلا شوف كيف بقى مين فيهم. اختار المسلا. انا كده اخدت فيديو جاهزة استخدمه في الفايل آآ بتاعي. يا شباب طبعا كان ينفع استخدم فيديو من جهازي لو انا عندي حاجة جاتة. ده بالنسبة للفيديو. نفس الكلام في القديو. لو قلت له التجد بوه الشريحة دي. طبعا ده فيديو يا شباب يترافيه هنا ادوات اتحكم بتاعتي. اللي يبقى يصطبه وبوضه اعداد الزمن. مش عداله رشو. فيديو متحاولك انا مش شايف ساهم انت خالص يعني. مجرد بس ايه افكت كده يبقى ده مخفيف كده انا حطلت انيميشن جوه بالشريحة دي هو فيديو. ده ممكن تدي لمسة لفتيفة انا. اوكي زي الفن. شلحة جديدة فرضية. نفس القصة. الاوديو ده يا اما متخزن على جهازك يا اما. هنا ما قدش بقى من آآ اوديو. مش هيدولي على او صوتيات في مايك. فبيقولي الاوديو ده ملف جاهز عندك في صوت جاهز عندك. تزن على الهارد. ولا هتركب المايك وتسجل صوتك لحظيا. فانا قلت له مسلا هسجل. يقولي طب اسمي الساون ده ايه? هسميه. ايه مسلا مسبالي. ايه مسلا آآ اتوميك. وابدأ بعد كده اقول له ها ابدأ اسجل. بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على الاتوميك فيزيكس. ودي مسلا ظهر في قرن آآ تسعتاشر على ايه فلان فلاني وانتهت مع فلان فلاني. خلاص شكرا اوكي. الزمن ده تسعة ثواني اللي انا استخدمت فيه اني اسجل بصوت يعني. تم ادراج السود ده جوه الشريحة دي. اضافة صوتية مين عندي انا? طبعا مركب المايك والدنيا يعني متزبطة عندي جهازة. تمام? ده كده لو عايز اجيب اسجل صوتي على على ايه شريحة? اخر حاجة وقالطف حاجة ان ينفع احط جوه الشريحة دي اللي الخامسة في حالتي احط سكرين ريكوردنج سكرين ريكوردنج يعني يا جماعة يعني استخدم الشريحة دي كمستقبل لفيلم فيديو انا عايز اعمله. ممش القى بالبوربوينت خالص. يعني انا مسلا عايز احط في الشريحة دي شرح لمسلا ازاي ادخل على كورسات اه طوال وغاية. ازاي ادخل على سيسكو? ازاي ادخل على الاكسيل? عايز اعمل اه ملف فيديو بيشرح الاكسيل. بيشرح طوال وغاية. بيشرح اه سيسكو بيشرح اه كزا. فهي هروح اقول له سكرين ريكوردنج دي. هستخدم الفاوربوينت كادات انتاج فيديو مش اكتر. هيبقى فيديو خارجي هيصور بتاع يعني. واللي هعمله كله هيتحول ملف فيديو يدرب جوه الشريحة اللي انا واقف عليه. هقول له سكرين ريكوردنج. هبصوا عمل ايه? عمل مينيمايز للفاور وجاب للشريحة اللي ايه? جاب للشاشة اللي وورا. اللي هي الشاشة بتاقي كونتو. لو مش عايزة هي كمان. هقول له لا معلش. من الكيبورد. يعني هقول له لا والله يخد لي اه صورة مين? افضل ابدل لغاية من المكان اللي انا عايز اسجل له. آآ يعني بتاعي. اوكي? ممكن نعمل طبعا سكيب. وقتل كده. نفوط طبعا اوكي هو مش شايف غير التلات نوافز دول. نقول له مثلا والله انا عايزك هتسجل المتصفح بتاع سواء الشباب. آآ يفضل اكون فتح مثلا يعني حاجة تانية. افتح كده الشاشة تانية. اوكي? والشاشة دي مسلا يكون فيها حاجة كان فيها على سيسكو مسلا هنا. وابدأ تاني افتح الاداية بتاعتي. فكده هو شايف ايه الشاشة اللي هو غير بتاعت سيسكو. انا عايز اعمل شارف للسيسكو لكورسات سيسكو. فحاول له يعني حدد لك المساحة اللي هتعمل لها فيلم فيديو. مساحة التسجيل يعني بالمعوز كده. اقول المساحة دي كلها كده من هنا الهنا. هي اللي ايه? تقول لها فورة. ما تاخدش التسكبار لغاية هنا بس. مثلا يعني. خلاص وعالة في المساحة. تاني اهو. حددها لتاني حتى مش هاخد آآ آآ الشريط اللي فوق هاخد بس بدقة من هنا. لغاية تانية. هقول له ضمن في التسجيل الفيديو اللي هيحصل ضمن الصوب بتاعي وضمن آآ آآ اللي هو المؤشر اللي يظهر يعني. خلاص جاهز? جاهز. اللي بقى اقول له ابدأ التسجيل. كده هو هسجل مين? هسجل اللي هعمله على صفحة سيسكو. كمثال. لبقى انا بستخدم في انتاج فيلم فيديو تعليمي عن سيسكو مساحة. هقول له والله يا سيسكو دي لما رفعوا عليها. بكتب نيت اكاد.com. واقول لوجن. واقول لوجن تاني. بعد كده اكتب الايميل اللي انا مسجل بيه على الموقع. واكتب الباسورد. اللي خلنا الكورسات بتاعتي. ابدأ في الكورس ازاي? لغاية ما نخلص الايه? الشرح بتاعي بالكامل. اهو انا بكمل مسال للاخر يعني. اهو على استبيل المسال ده طالب اهو. داخل على الكورس بتاعه سيسكو. انا بعمل فيديو بيشرح. الطالب ده بيعمل ايه? بنتك كده من خلال البار بوينت بنتك فيلم تعليمي عن دخول على الكورس من الكورسات سيسكو. كمثال. اهو داخل على الكورس بتاعه مسلا. وخلص كورس بالكامل اهو. وعايز ياخد الشهادة بتاعته. الكورس ده هخلص كل اللي فيه ونجح. فحقول له ده بالمناسبة. وهقول له آآ طالع لي شهادة بتوقيع سيسكو. او بتوقيع المدرب اسمه جاكسون سميس. المدرب المسؤول عن الكورس دان. فنزلني اهو شهادة. انا بعمل فيلم كامل اهو بشرح اللي بيحصل ازاي? لما خلصت الكورس باخد شهادة. هقول له اوبن فايل. كمامة هي شهادة جيت كوننكتد. معطال مصطفى صالح محمد صالح يوم اربعة يوليون. والتوقيع بتاع آآ سيسكو باسم الموديلة العام او المسؤول العام لها لورا. تمام? انا كده اعملت فيلم كامل. هقول له شكرا مسطور. خلص انا كده سجلت فيديو. حطيلي الفيديو ده فين? جوه السلايد اللي انا كنت واقف عليها وانا بقول. طبعا اصغل اكبر في ابعاده زي ما انا عايز. اشغاله كده هلاقي الشرق. صفحة سيسكو كامل ذات. انا بستكتب انتاج فيلم فيديو تعليمي عن سيسكو مسأل. احاول له والله يا سيسكو نيه لابن رفع عليها. بكتب نتأكات منكم. بصوا انا كده انا تكتب فيلم فيديو من خلال الباور بوينت. عامل تبنيه فيديو كامل. ينفع اخد الفيديو ده كده يعني اعمل عليه كليك كايمين. بقول له ها طلعهوني يعني مستقل عن الباور بوينت. سيف ميديا اس. عايز اخد الفيديو ده كملف ام بي فور محتقل. وسميه مثلا جيت كونيكتد. يعني استخدمت الباور في انتاج ملف ام بي فور لهو. وهحفظه جوه الفيديوز. قول له سيف. استنى بقى شوية كده لانه بيسيبه دلوقتي. كفيديو. اوكيه? لو رحت دلوقتي للفولدرز عندي. في مجلد الفيديوز. هلاقي فيه مجلد جديد تم انتاجه اسمه جيت كونيكتد سيرتيفيكتد. اللي هو ده. افتاحه هلاقي بقى ايه? ملف الفيديو التعليمي اللي انا شرعت فيه ازاي ادخل واجهيب الكورس بتاع جيت كونيكتد واجهيب الشهادة بتاعه. فكده نجحتي. بنستخدم الباور بوينتر كأنه برنامج ايه? انتاج فيديو. طلع لي الفيديو مستقل اللي خالص اشتغل بالتعليمي اللي موجود على سكران كده في المنتهى الجمال والروعة. خليكم فاكريني الاداة دي جبتها من ايه يا جماعة? هم? جبتها من وانا واقف على شريحة معينة. خلصنا كده التبويض نروح بقى للتبويضات السهلة البسيطة والمهمة في نفس واحدة. اه اه انا قلت لكم ان في عنصرين في في حاجلهم للاخر اللي هما وانسيرت نومبر. طبعا. ليه حاطتهم هنا وهم اصلا موابودين في الهيدر والفوتر جوة يعني سلايد ينفع حط فيها وينفع حط فيها سلايد نومبر. بقول قبلاي بقى على الشريحة دي بس او قبلاي تقول على كل الشريحة طب ليه حاطتهم هنا مستقلين حكيت لها سبب. وإلا كان اكتفى بعضهم جوه. نشوف مع بعض. لو انت عايز تطلع جوة شريحة معينة يعني الشريحة رقم ستة بس بس في الكل. تبنا تقول لي اه اه اسعيتها هعمل مثلا ما هو وقلت جوه دا وحطي لي جوه ايه ايه بتاع الشريحة على رقم ستة فقط. هيبقى حالو عمل ازاي? ابديت اوتوماسيكان. يعني لما افتح الفايل دا مقاربا. هلاقيه. بدل آآ الاربع هيكتب الخميس وبدل ستة يوليا هيكتب سبعة يوليا هيبقى ابتو ديت مش هيدا كايني كابه بايدي لبقى هيبقى حقل تم اضرب لده استخدام طب في استخدام احلى من كده اني اروح لفيوم ومن فيوم اختار وضع رؤية او وضع عرض يعني عرضة او رؤية يعني وضع رؤية او عرض اسمه سلايد مصدر يبقى تاني هروح لفيوم بقول له انا عايز اشوف اي هي باختصار الى سلايد مصدر في شريحة وهمية ملهاش وجود اللي يحصل فيها يأسر في كل الشرايح اللي شبهها عشان كده لما رفع كذا مصدر كذا نوع مصدر يأسر في الشراح اللي شبه النوع ده اللي هو فيه يبقى ده مصدر للنوع اللي اسمه ومصدر للشراح اللي فيها يبقى كل لي اوت ليه المصدر الخاصة دي. اللي تعمله في المصدر بتاعه يسمع في الشراحة الشبيهة. مشابهة يعني. يعني مسلا لو رحت للمصدر لنوعه تايتل ده. قلت لنا عايز تايتل. اي تايتل مسلا يبقى واخد مثلا يعني. وهقول له ايه? شكرا. اي فايل آسف اي شريحة فيها آآ شريحة ايسف نوعها هياسف فيها ايه الكلام? يعني مسلا لو بقيت هنا كده قلت له شريحة نوعها نسمع فيها. مأسر في الشراحة لنوعها طيب. طيب. حجوة قوي. ايه بقى اهم من كده اقول له اه والله هنه ممكن رفض مصدر تاني. وقل له بدل ما اثر في المصدر الفرقي اللي بيأثر عن نوع اللي اسمه تايتل رفض المصدر الكبيرة اللي هتأثر في كل انواع الشرايع. طايتل بقى طايتل اند كونتنت بلانك وطيفل يعني. زي مكتون. اروح اللي رأي سيدي. واقول له جواها بقى عايز اعمل لعبة كده. عايز اعمل انسيرت. شكل هندسي شيب. واختار الشيب ده كده مختلف شوية. اختار مسلا البانرز دول واختار مسلا اه الريبون ده. ورسمه هنا كده. هتعرفه قصد دلوقتي واكيد شفته قبل كده كتير. هقول له خلي التايتل كمان في الشرح دي ما يبقاش كبير كده عشان ما يخشش على رقم على الريبون بتاع يقول له صغير شوية. ونزله سنة. كل ده بيحصل. في المصدر الكبيرة يعني هيسمع في كل شرح. ده يعني ممكن يصغل سنة كده. وحاجة جوا الريبون ده اعمل كليك يمين. كليك يمين. يقول له حكتب دواه يبقى ايدي. يقول له تكتب ايه? اقول له اه تعالى بقى الانسيرت. وقتالي هنا العبت لعبة جامدة دي واسي. انا عارف ان السلايد ملهاش آآ غير ومسموه في الفوتر احط رقم الشريحة. انا لعبت لعبة بقى رحت للمصدر. رحت اطلع رسم شكل هندسي او ادركت شكل هندسي. وحطته فين الشكل هندسي ايه? حطته فوق. كانوا غيره. وادركت جواه من الادا دي بقى. احطت لها كمان وانساها يا بولد. تقبلها سنة. وقول له شكرا المصدر خلص دوله. سلايد مصدر. كده دحكت على البرنامج وقدرت احط فيه. ها? رقم الشريح فين? فوق. رقم الشريح كده هيزهر. فوق في كل شريحة. اهو بص يا جماعة اهو. طبعا دي عشان بس الصورة مغطية الشاشة لو صغطتها الصورة دي. اوكي. وعندي غلطة تانية طبعا. اللي هي التايتل ده عشان كنت دوران لازم ارجع للمسطر تاني. وارغي الدوران ده عشان رقم الشريحة اللي انا عامله يباني. ايوه اللي هو ده الدوران ده يعني معكسنا شوية مغطي على او حتى دي ممكن لشانها خلص عشان خلفاء اللونة يعني. خلاص انا خلصت كده لو قلتوا الوقت ما اصدر ديوه. هلاقي ده هيزهر في كون الشرايح الجديدة. اي شريحة ادريكها? هيزهر فيها اه الريبون ورقم اه الشريحة اه بالشكل وباللون اللي انا اعمل. اوكي يا شباب. يبقى ده باختصار استخدام الادوات خارج اه هيدا رفو. يما اعطها على صف الشريحة فتظهر فيها يا بس. يما اروح لوضع وقل له سلايد مصدر. وجوه المصدر اعمل اه شكل هندسي واقول وخطبه او او ايه او فيبقى في مكان غير المكان الافتراضي اللي هو الفوتر. طبعا دي استخدام تاني ان ينفع روح للمصدر الرئيسي برضو كبير ازي كده. وهو يمثل الشركة. يعني عالم مصر. اه مسلا النصر اللي هو يمثل شعار الجمهورية. اه اللي انت شايفه يعني. فمسلا هو هقول له انا عايزك في بريجو. المصدر الرئيسي الكبير زي يعني في الكل. هتحط اللي او ايكون خلينا في حاجة خفيفة شوية. ايكونات اه خفيفة في تحميل يعني. الايكون دي يعني بتكلم على شركة مسلا. احط ايكونة تمثل اه اه شيء واقول مسلا والله دي شركة رحلات مسلا بالسفن. كده انا بعمل ايه بحط حاجة في المصدر الكبيرة الرئيسية باختصر في كل الشرائح. كي نعمل تلوجو او شعار المؤسسة او الشركة طبعا المكان مش مناسب. والله والله هتتخطي هنا كده. وعايزك تلون هالي مسلا. اكي? واتخليها مسلا من بجبارة بالون والاحمر. تكبر هاي شوية. يعني شوية اللي ايه اللمسات. منت عايز. خلصت شغلة في المصدر. قوله شكرا كلوز. مصدر فيه. ابص بقى دور. بتاع الفايل بتاعي يلاقي كل السلايتز كده فيها. ايه الشعار معا. فانا يا جماعة. خلاص كده باختصار آآ موضوع يعني كنت حابب اتطرف ايه اللي هو ازاق ارى في وضع المصدر عشان هدرك حاجة تزهر في الكل. وحيط زهر من. خلصنا كده. نروح لجروب درو. ده مخافيز جدا من اسم كده انك هترسم بيدك او بالماوس اسف او بالقلم يعني او تطرش اللي معاك على سطح الشيطة. انت معاك الشريحة لقم تمانية. هتروح لدروك. اختار بقى شكل الاداة اللي هترسم بيها. ممكن تبقى عادي او تبقى هايلايتر. عدوس على السهم اللي هنا واختار لون البن. هزلق مسلا. وهختار والتخن السن يعني اتخنة السن. اوكي. اوكي اولون اختار طبعا زي ما انت عايز. خلاص خلاص. يا الله انا اضف بقى لماوس. بوقت انت ماسك الم. طبعا حسب داودت بقى لماوس او حساسيه فيه بقى. اوكي ده نسايا المسلمة. اوكي. انا عملت المسلمة اوكي ان خطات بيرسم اه بيرسم طبعا الحاجة شاميها بس بتعمل ايه? وتبدأ تختار اه انك تعلم بقى كتابة. او على الكتابة نفسها. مش افتر بقى. ايه? فده باختصار اه الجنوب بتاع ايدرو بقى ادواته بقى يعني لو هستمسع حاجة تمسك الجومة وطبع ماسح مسلا الهايلايتر اللي حصل ده اهو تمسح هايلايت بس. ممكن تستخدم ادوات الاسو دي. وانك تعمل على حاجة انت رسمتها. وبعد كده تاخد قرارات بقى او بيست او ايه. ممكن طبعا تحدد. يعني مسلا. او اه هعمل هنا مسلا هستخدم ادواتها تبني تاني وهتفل مسلا. اه مثلا. طفا. معلش طبعا. ما اوض بقى مش جيدة يعني. انا مش مالك يعني عاصل شكل افضل. هستخدم الاسو اهي عشان احطه. شكل ذاكرة. ممكن لقوله ازا اددت تتحول هو لي الى شكل هندسي بقى شيف خلاص. بعدها شكل هندسي كبعا هو اتاهدي خليش شكل هندسي. ده اقرب حاجة بها مش لاقي. يعني اخدت اسراط والطاق كده اضربهم درامس. اه امبرساند. الشاهد الفكرة كده في دروبهم. دروب دروب ديزاين من اسمه هو تصميم. ده شابه مسطل شوية. يعني بتعمله بالتابول ده بيسمع في كل الشرايا. فمسلا ممكن تروح للتابول ديزاين وتقول والله انا عاجبني اول ديزاين. بصوا كده يا شباب لما شاولت عالقالب. عامت هالي كليكة شمال. الدزاين ده اسمي. اصل في كل الشرايا. طب لو كنت عايز مسلا بس بتأثر مسلا بالسيم ده. هي بس اللي تتأثر. انا مش مش هدوس كليكة شمال. شمال بتأثر في الكل. عام الانضوعة. لأ اعطي الشريحة اللي عايزة بتتأثر. سيم معين هي بس. واجي على السيم كليكة يمين مش كليكة شمال. خلو قبل لكم سبيل. هي دي بس تاخد التصميم الجاهز. حلو قوي. عاجبني قوي السيم ده والدزاين بتاعه. حلو جدا. لكن مش حلو فيه. بالمناسبة السيم اللي بختاره يا شباب من السيم زي دي. عبارة عن مجموعة يعني تلاحظوا الريبون لقونه اتغير والخط اتغير. شكل الخط يعني يأثر في ايه? كزا حاجة. بصوا كده كل نوع. تلقى الخط نفسه حتى معينة الخط اختلف. حجم الخط وشكله بيختلف من سيم لآخر. عاجبني اول سيم ده. اللي انا اخترته. كل حاجة مع عدل خط. يبقى ينفع بعد ما اختار سيم. اقول له عاجبني كالوان لكن مش عاجبني الخط يبقى اضح لي اغير فيه شوية اغير له اغير الفونت. اقبله كالون. لكن الفونت مش عاجبني. اقول له لقى الفونت غيره. اول عكس. اقول له عاجبني اول الفونت اللي فيه لكن اللي هو السيم ده. لكن هعمل تغيير في مينة الكالرز. اللي فيه خليها اللي مثلا كالرز التالي. لو تلاحظوا التغيير بيبقى في الالوان لكن الارضية الخشب دي يعني لم تتقفض. وهو غير بقى بس حاجة مثلا للاشكال الهندسية اقول له خليها لي مثلا فهتلاقي الشكل برضو بقيت اختلف شوية. ده بالنسبة في الديزير. طبع اللي مقاس الشريحة الشريحة تبقى بطولة ورد العرض وحجم الشريحة كام سنتي طول وكم سنتي عرض ده لي علاقة مقاس الولقة بتاعك. يعني تخلي الشريحة كبيرة او صغيرة حصل برضو مقاس الولقة. طبعا هستعمل الخلفية للشرائح هيخيارك يقول لك هي يعني لون صرف كده اخضر ازرق احمر لون واحد. ولا يعني لها ازرق متدرج اخضر متدرج زي ما انت عايز فيه اولد طبعا. ينفع تغير اللون. ينفع تقول له لا مش انه ما زرق يعني عايز اللون ده يبقى من الورنج للازرق. ممكن تقول له لا والله انا عايز الخلفية تبقى فورة. فيقول لك هي تدينه مكان سطولة اهو من الجهاز ولا من نت ولا منين تقول له والله المراد نقول له سورة من الجهاز. الخلفية اللي وراء دي عمل بتاع. يا شباب. وهكسب. ده بالنسبة لتقول اه بتاع الباكلاون. يلفع اغاير في الباكلاون حاجة تانية اه طبعا. يلفع خليل تكتشور. تكتشور اللي هو انا زي زي ما انا عايز. عامل السيطة اهو شوكي الاول. اقول لأ والله انا عايز تكتشور تكتشور فيلق. يا شباب. واختار بقى آآ صورة عبارة عن حاجة كده سمتلكو شباش سرامينة شباش كزا شباش كزا. هتبقى نختلف اسباب. البترن فيلم. اللي هي نقشات يعني عام زي القماش المنقوش كده. آآ في نقشة يعني. قال اللون اللي يحطي مختلفة في الجريدزيان اللي هو اللبني. وبدأ يعمل له نقشة زي نقشة القماش يعني. وهكذا. الخلاصة اللي انت عملته ده كله اثر في الشلاحة رقم ربعة بس لو تلاحظوا. المعينة هي المنممات اللي هنا لو عايزوا اثر في كل الشراحة يقول له تبقى كل الشراحة دي بس كل واحد بقى حسب الثيم بتاعه. يعني الثيم ده كان شكله اخضر في عمل النقشة على اللون الاخضر. الثيم التاني اللي كان ازلق عمله عاديد. آآ بيد اصلا. الثيم دي احنا قلناها شباب اللي هي بتعمل آآ تصميم آآ اسف تنسيق للصور لو فيه اكتر من صورة. او فيديو جوه. تبدأ بقى تقترح عليك الصور دي. بترتب ازاي? او لو كنت كتب اسم عالم نجيب لك صورة عنه وهكس. فاضل آآ آآ دروبات دول او الاربعة اصف هنتكلم عنهم بسرعة كده. باختصار هو انك تعمل مؤثرات جوه الشريحة. يعني بالبلد دي هاستعمل انتباه الكمور اللي بيتفرق على عرض التقنيم بتاعك. فهيستعمل مؤثرات حركية جوه الشريحة. يعني مثلا النص اللي موجود ده ما يبقاش كده ساكن لا يدخل متحرك. تحرك ازاي من فوق ولا من تحت. تحرك تحرك ولا كلمة كلمة ولا على بعضه ده كلها كده اسمه. اما آآ انك تخلي الشريحة بحلها ككتلة. تتحرك. اختفنك تظهر الشريحة اللي وراها ده يبقى اسمه. يعني انتقال من شريحة من شريحة. نبدأ بالانيميشن اللي هو. لازم عشان اعمل اعمل لعنصر جوه الشريحة. نأخذ بس الادوات دي. يعني دنيا زحمة شوية ممكن اعمل حتى شريحة جديدة. وطبعا الثيم زي صعبة شوية. اوكي. ناخترض هنا ان في اهو كان لازم طبعا ارجع الوضع. مستخدم لسه الابن فلازم ارجع ورجع ايه الارو. نرجع الوقتي للتابعون. لو انا كاتب مثلا. دكتور معين. لو النص ده. عايز اعمل عليه افكت. يبقى هحدد او الاطرار وروح لانيميشن واخد قراري. انت عايز تعمل تحريك او مؤثر حركي على ده بالنص اللي فيه. هتلاقي هنا كده مجموعة كده او اخر انا استخدمتها اه من شوية او اخر مرة استخدمت دول يعني. طبعا في رسه ممكن اختار اه اكتر يعني. الانيميشن متقسمين اجماعة اربع طيئات. في اسمها المختوى اللي ظاهر ده اللي وقيت ما يبقاش موجود ويدخل ده الشريحة. يعني الشريحة اسماء العرض. العنوان ما يبقاش ظاهر ويدخل فاك. يظهر. زي الافلام والمسلسلات والبرامج. بتبدأ الاسماء تدخل. تبقاش موجودة بتبدأ هي اللي تدخل بالتدريج. يبقى ده اسمه يعني توكيد بمعنى ان العنصر ده النصي. يبقى موجود قدام الجمهور اسناء العرض من البداية وبعد يكبر ويصغل يتلون يكتر ويضروح اولي نفس ده نوع من نوع توكيد البصل. مش 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 هيظهر لسه لأ. اجزت اللي هو العكس. النص موجود ويخرج. زي برضو بميلاقي في البرامج الاسماء بتاعت. فريق العمل الاول بتدخل يبقى انترانس باكد تخرج يبقى اجزت. يدخل بعدها تاني اسم تاني يبقى انترانس يخرج يبقى يجزت. وهكذا. دي طبعا حاجة اسمها انك تخلي لو انصروا النصي ده او يسومي ايا كان الحاجة اللي انت عايز تعملها اناميشا. تبدأ تتحرك بشكل هندسي. تتحرك بشكل مصار هندسي. اقول له الله انا عايز اللي اللي نوقف عالية ده يدخل يبقى انترانس. يقول لي طب انترانس ازاي فيه بقى انواع تقول لقصية وفي انواع صبت المدريت وهكذا. اقول له الله يدخل آآ بشكل او مقتل اسمه خلاب. زي ما انتم شوفين كده ده. كانوا انقلاب يعني بينزل خارفة. اقول له اوكي. ده مؤسسة دخولي. بالنص ما كانتش موجود. فهيدخل بالهيئة ده. هيدخل ازاي النص ده? طبعا زهر مربع كده هنا ومكتب على واحد يعني ده كده خد ده هون. هيزهر ازاي? هيزهر لما تعمل. مع العنصر السابق. او نعمل كده معينة. واخد وقت ساني. ده كتير اوي. طب ما اتقلل كده. خليه ربعة سانية. عشان يبقى اصرع شوية. كده. يعني كده تمام. ده والله يا سريع اوي. خليه نص ساني. واجهيني كده معينة. معقول كده. طبعيني في عغيط بتاع مش ما يستنيش مني والزمن بتاعه. طب بين العنصر والعنصر يعني حرف تي ولا الغات ولا ايه. الزمن البيني بينهم زيلوا يعني ينزلوا على بعض. هنقول لأ ممكن تخليهم من بعض ثانية. هنشوفها مع بعض. هنزل التي واستنى. اه. ده في دي كده. هستنى ثانية وبعد كده يبدأ انشغل. انشغلو صور. هنم? بعد ما عملت ده نفترض عن سنة عندي عنصر تاني جدول مسلا هون ينفع لاخل نفس الكلام اعطى على العنصر جدول ده. واعمل له لاخل نوع ايه زي ما انا عايز. خليل موارد مسلا اي حاجة بس طبعا ما داشت معنا بس الفكرة يعني كده في هنا في افكت. وهنا في افكت. هنم نتوقف في الآزانة جميع. افكت ورقة病 شكراً لكم 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 ينفع عامله آآ ما هو داخل كده هفتحها كده هلاقي نفس متقسمة قدامي طب ايه ايه الفايدة يعني طب ما كانت موجودة قدامي هنا في جروب دي حطيتها هنا في ضرار المستقبل دي بمعنى ان ينفع عضيف اكتر من لنفس العمر يعني أنا بتمدينه معين ينفع خليه بعد ما يعمل الاولاني ده ياخد كمان تاني نوع من ستاني كده بقى واخد كام سنة كده منتخلص ها هيزهر الاولاني ثم التالي كده وده الاسماء دي الاول تدخل يبقى بشكل معين فهي كده تخرج يبقى بشكل مختلف وهكذا ده كده باختصار موضوع الترانزيشن زي ما اتفقنا مش اني احرك العناصر الجوة الشريحة لا الشريحة حبي حلها اختفي ويظهر العنصر اللي وراحة ده بيتم الزي هاختار كده انا وافع الشريحة وخمسة مثلا هقول له هقول له بارس اقول له مسلا شير يبقى مينة هيتأثر دلوقتي اشتري حبها لو انا اكتفيت بكده يبقى الشريحة دي بس هي اللي هيحصل عليها انتقال لو عايز كل الشريح اللي بقول له ايه طبعا الافكت ده هيحصل لما اتكب الماوس ممكن لو لا او بعد تمس ثواني يعني ايوم اقرب ايه ما فكت ماوس استنى من ايه فكت ماوس او بعد خمس ثواني اليا الشراح دي تتنقل من الشريحة للتاني حاول له قبل لي تقول تاني ابرد بقى دلوقتي اشغل الشو قدام الجمهور من وقول له لالله شغال لي قدام الجمهور مش حال ماوس خالص هو هيشتغل لوحده هيعمل دلوقتي يعني هيمشي الشراحة دي ودفل الشريحة اللي راه ده كده بقى لما فيديو يقلص طبعا ده الترانزيشن اللي بيحصل لوقتي شراحة بتقلص انا ما بنتقلش قارس ما فيش اي كليك بالماوس اوكي هيدخل بعد كده بالفكتس اللي انا كنت عاملها اللي كان فيها عنوان وكان فيها كيبل وهكذا كل ده ما فيش تدقل مني بالمرة لان اقيل له بعد خمس ثواني ماوس فهو كده بستنى خمس ثواني يبدأ يحصل وهكذا بقيت ما كتفي ينفع طبعا اقول له فيها كده كلكنين وقول له شو يعني انا مش مستاني بقى لعشرين شريحة الفلج عليهم انا بقى اعمل بس كده ايه بقيت اهو دلوقتي قدامك وشغلت اول ادى منه اني بشغل بقى قدام الجمهور نتيجة تعبي عادي اشوف سماريتها يعني بشغل بلزنتيشن شغل واشوف هيصد ازاي قدام الجمهور بتاعك فإما اشغل فروم بجانب زي ما شفته من اول شريحة وغد النظر ان انا وقف على شريحة رقم كامل انا وقف على ستة وبس قلت له فروم بجانب بدأ من واحدة فهي ممكن اقول له لا اشغل بالزنتيشن من البدء من شريحة رقم ستة بس ستة ولراها يعني اعمل لي شو كده مقصوص وسميه مثلا سميه او الترم الاول او الفصل الاول باب الاول ده لو ده شرحة مثلا فاقول له ده هياخد الشريحة قم واحد اثنين وتلاتة بس بدأ من شغل الشو كله لا اعمل لي كده كاستم سمي الكاستم ده واحد اثنين وتلاتة واقول اوكي مسلا دول بقى لما اقول له شو هشغل التلاتة دول بس ده مشريحة اللي وراها مشريحة التالتة وشكرا يقفل على كتاب هتبع انه مش شايف غير التلاتة دولة ده لما هجيب حلو او احنا اتفعل في انسرت انه ينفع اروح لشريحة واسجل صوتي من اوديو واقول له اوديو هبسجل صوتي بنية ايه بنية انه كايلي باقرأ الكتاب اللي جوه لانه بعلق على المنصب في الشريحة زي اللي بيعمل درنامج تعليمي في كتابة وصوته مصاحب يعني طب هل انا عندي مهارات الالخاء الجيد لما اجيب سجل صوتي على سلايد اقدمه على كاله الجمهور هلا نغمت صوتي آآ متزنة عالية في اوقات ومخفضة في اوقات مش عالية على طول تزعج الناس ولا مخفضة على طول فالناس تنام مني هلا عندي المهارة دي عارف هالنوط سليم في اللغة الانجليزية عشان متأكد هل صوتي حد شوية ما عرفش طب عندي حلل الكلام ده اه اعرف من سلايد شوه وقول له علمني ازاي انطق بس ده يا ستلزم تكون اونلاين يعني تكون عن نتة رسم مايك يبقى كانك بتقول لك يعني سرد تتكلم تحكي يعني تتكلمها في وجود مدرد فحيعمل ايه اول ما تختار الامر ده حيشغل الشو كأنه بيعرض ضمن جمهورك ولك تفضل علع عليه صوتك وبعد ما اتخلص اقول لك بص بقى كان صوتك عائلي قوي شهتت ومخبرت شهتت تتكلم بصرعة قوي ببطء قوي زبط نفسك هاجرب اهو اقول له انا على فكرة واقف عشاني حقام تلات سنة معرفش بقى هيبدأ من الاول ولا لأ بدأ من نهاية هابدأ اتكلم هو بتتكلم معايا اه اتكلم ببطء الوقت I am feeling lazy خلصت. مفروض يطلع لي تقريب. يقول لي بقى والله انت تتكلم بسرعة ببطء. كان صوتك عادي قوي كان صوتك مخفض. انا طبعا انت عاماك تتكلم ببطء شديد. ما شوف هيقول لي ايه? عاماك تسكيب كده يعني عشان بس ما كاملتش هو كاملت. هيفضل ماشي معايا لغاية ما نخلص كل مصحوبة بصوصي. زي ما يكون اهد بيعمل فيلم بيعلق عليه يعني. انت ممكن ده تستخدمه طبعا انت بشغل بلزينكيشان حتى لو في جيجي جوال بلزينكيشان برنامج زي العلم والايمان دكتور مصوفها محمودة لها الحمد. هي بيبقى الفيجي شغل وصوته بيعلق. انا ممكن اعمل كده في البور. انا ينفع اعمل معرفة ولا معرفة ولا معرفة. فاستخدمت اداة. مفروض يطلع لي تقرير هو بيجيب بس شوية. او الله انت ادائك جيد او سيء. ويخلص يقول لي في النهاية مفروض تتحول مرة تانية. دهات ما ابدأ اطلع اه اداء جيد ويتطلع لي هو عليه تقرير معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. سلايد نمبر فور. سلايد نمبر فايف اباوت لاب 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 وهكذا. خلاص? انتاني بس كان مفروض ديوقتي تطلع لي التقرير. بيزن لنا. اهو يا جماعة. انا بس المرة اللي فاتت استعقلت شوية. اهو اللي هنجنائي نمبر فايف نمبر الفكرة يا جماعة انا هيبدأ يقول لي ادائك عامل ازاي? وصوراتك كم كلمة في الضيئة? ممكن تتكلم صحة لغوية او لا. يعني موجودة في المحتوى لو حبي تطبعه مسلا. لكن الجمهور ما تظهلوش الشريحة. حد مسلا قال لي لا والله الشريحة دي مش مناسبة لسن الاطفال اللي قاعدة. هي عادية بس فيها علف مسلا. فممكن سيقول له هايد سلايد. هايد سلايد يعني فيها اسناء الشوق. لما اجا شغل الشوق ده الجمهور دي ما تطلعه. طبعا ارجع تاني اعف عليها واقول اه لو حبيت اصغيرها يعني. وادوس على الامر هايد سلايد تاني في قلبين. يا شباب مش غريبة على سامعي شوية لاني كنت شايف في امر اسم بس بيجي يعمل ويسجل لك فيلم الفيديو عنا بتاعك انت. يعني تام فيلم الفيديو بقى هي عن حاجة تانية خالص. يعمل مليميز للباورد يكون انت فتح وراء وعاية تشرح الايه الاكسل ده او الورد ده وتسجل التسجل ان شاء الله ده فيديو جوه الباور بتاعك. لكن هنا بقى سلايد شوه. تعالوا نشوف الامر هيعمل ايه? هي مختلف شوية. هقف اول شريحة. هقول له ريكورد. هقول لي بدءا من شريحة اللي انت اقف عليها التانية مسلا. ولا هقوله والله هدفت يا شباب هيشغل الكاميرا. الكاميرا هنا شغيرة. نعم? وظاهر هيظهر صورتي هنا اهو. اه في جزء الشاشة ينفع. شوف بقى هو يدور بايه? تمام? ممكن اخلي النص اكبر شوية وابدأ ايه? اعلق. تمام يا شباب? دلوقتي انا حبدأ اسجل. تمام? بسم الله كده. هنبدأ نتكلم دلوقتي على الشريحة رقم واحد. اللي هي بتتكلم على كزا وكزا وكزا وكزا. انا بعلق ايه يا جماعة? تمام? بعد كده نروح للشريحة اللي بعدها. ودي هتكلم فيها على اه كزا وكزا وكزا وكزا. تمام? بس المايك نشغل معنا تقريبا عشان. هنشوف. ممكن استخدم طبعا ادوات خاصة زي الم ليزر انا بشرح. اوكي اني مسك الم ليزر وبشعر به. ممكن استخدم الاداة لهذا كده. يعني بتدي الامكانات كتيرة جدا. كان عامل لي اه صبولة زكاية يعني واكمل شرح زي ما انا عايز. واكتب كمان معلق يعني وهكذا. طبعا ما اخلص كله ويفعل. وقول لي شكرا انا كده خلصت اهو. خلاص. خلصنا كده. بيقول لي طيب اه تحب اللي انت سجلته ده احفظه لك على هاية ملف على طول. ولا اه دي مش دلوقتي يعني. هقول له الله والله. خلص انا هكتفل كده. ماشي. نشوف ايه اللي حصل دلوقتي يا شباب. عمل ملفات فيديو جوا كلش كريحة. عمل ملف فيديو فيه سلطي وانا سلايت شو. انا هابدى اعمل ريكورد. اه اه بجينين او فروم سلايت سلايت حسب ما انت عايز. اه ممكن بقى تقول لي انا عايز ابدأ اه الكاميرا طبعا تبقى طبعا اه ده صورتي او لا دي بتاعتها كنتا. ممكن بصورة تبقى صورة بس مسلا لانت بتعمل حاجة للمكفوفين. يعني مسلا ممكن تكون صورتي ده يا جماعة فيلم ده اصلا ناطق. وانا عايز احط لغة الاشارة. انا بستعمل لغة الاشارة. هون قد اطلع على الكاميرا بس واكتم الصوت عشان اتحرك بصابع ايديك اني بترجم بلغة الاشارة. تمام? وابدأ ايه? اعلق على الفايل بتاعك. طبعا ما اخلصه للاخر. اه ويبقى امتاجت بقى ملفات فيديو داخل الباور بوينت بتاعك. يا شباب? ده اختصار الجزء بتاع باوامل. تبويب مخصوص عن التسجيل. في نفس الادوات اللي فاتت وزيادة شوية. يعني دي كانت موجودة في انسار. دي كانت موجودة في انسارة برضو. اه دي قابلتني من شوية في بس يعني بيقول له انا عندي تبويب مخصوص يعني. كامل بقى ادوات التسجيل كلها. اه ممكن طبعا اخد التسجيل ده وقول له طبعه دي ام بفور على كل من غير تلك. وهكاسب. يا جماعة شابهة بالوورد بالزبط. اللي هي الترجمة والتدخل اللغة وينحق ويعني. وان لو في حد مش هيقول له الفايل. فعايز اشوف التعديلات اقبلها او ارفضها اللي هي اكسيبت او رجاكت دي لسه ايليها المحاضرة السابقة في الورد. فهي تقريبا ادوات متشابهة يعني. احنا قلنا جزء مهم منه اللي هو ازاي اشوف الوضع العام اللي ممكن احط فيه اه لوجوه صورة صغيرة كده فتطلع في كل الشراحة مثلا. طبعا واحاجات تانية كتير مش ده بس. بس اه نفطر مسلا شراحة زي دي كده فاضية وهادية شوية. ممكن نقول له مسلا من عايز يشوف المسطرة. المسطرة ما فيش زهر. الورد طبعة الحال تبقى المسطرة زهرة. ممكن نقول له لا والله انا عايز يشوف بسو كأنه منقطة كده كأنها كراسة مربعات يعني تاعت الافورة عشان اتشاير التأسير بتاعت الاشكال. فعايز ارسم ده او احطه صور. ابي عارف من الشكل ده واخد المربعين دول ولا كتلاتة دول ولا اربعة دول. حاجة زي كده. في انك تقسم الشريحة اه افقي ورأسي زي ايه خط استوى وايه ايه خط استوى وقض يعني. تقسمها اربعة اربع ومركز يعني. ده ليه فايدة لما تيجي تحط بقى اشكال وصور. المنامنامات تبقى على الشمال والشريحة على اليمين. تقول له لا والوان عايز العكس. تبقى المنامنامات على اليمين والشريحة ومساعة العمل على اليسار. في الشريحة ظهر بالوانها الحقيقية. ممكن لها والله خلي هالي تبقى بدرجات الرماضي. تقول له بعد كده ما عليشش قاسب تاني تبقى اما بالالوانها الحقيقية او خليها بدرجات الرماضي. ممكن لها خليها يا بيض يا سويت. وارجع تاني تقول له باكتو كلا. تمام? زي ما انا اعايز. هيا يا جماعة. طيب حتكلم على قيمة دي اخر حاجة معي النهاردة. طيب احنا قلنا جزء منها في البيت شغلنا خالص اللي هو بتاعتنا. اني اعمل جديد مبني على آآ قالب فواضي او قالب جاهز. اني افتح ملف بارج وانت كنت اعامل له كده. طب هو موجود فين? موجود على جهازي ولا موجود على بتاعي? انا داخل اونلاين دلوقتي على فكرة. من حساب الوزارة. بس لما شاولت كده. مصطفى دوت اربعة ده الكوب بتاعي بتاع الوزارة. فانا داخل باكانت الوزارة فريق حقا ادخل على وان درايف وافتح اوبن بتاعي من جوه. اللي بخزنها مخزنها او. او اشوف فايلات متشايلة لي من جلوب من حساب الوزارة. وهكذا. تمام يا شباب ده بالنسبة لامني. انفو دي في منتقى الاهمية. انفو يعني دلوقتي البرزنتيشن بتاعي جوه صور جوه فيديوهات جوه اوديو. حيث نخلي لي حجمه ضخم شوية. فهمك نقول له لا معلش الفيديوهات اللي با هو دي اضغطها لي شوية. هيضغطها لي على حساب الجودة. يعني هو بيقول لدلوقتي ملفات الفيديو الميديا بتاعتك اللي با هو البرزنتيشن حجمها تلاتة واربعين ميجا بايت. خلين شوية الفيديوهات اللي حصلتها وللصور عاملة تلاتة واربعين ميجا. اضغطها لك اقول له تمام. يقول لي بقى انهو جودة اقول له بجودة اقل شوية عشان مساحة اللي انها بقعتها بالاميل مساحة كبيرة. الفيديو اللي با هو تلاتة واربعين ميجا ده كتير. اقول له خليها لي اقل شوية. هيبدأ يضغط. يقول لي هيبقى حجمها تلاتين ميجا بدل تلاتة واربعين ميجا. مثلا يعني انا بجرب اهو ده. اه الضغط ده يا شباب حيبقى على حساب الجودة. يعني الجودة بتاعت الفيديو هتقل طبعا بس عشان الفايل ينفع ابعته بالاميل ده زي ما اصغر ساحة. بص وفر قدية ستة وارشين واثنين من عشرة ميجا بص الفايل الفيديو بقى قدية تسعة وتبانية من عشرة ميجا ده ضغطه بشكل جبير جدا. من تلاتة واربعين لتسعة وتبانية من عشرة. ده بالنسبة الكمبريس ميديا. امر ده ملوش معنى لو انت مش حاطر صوروا فيديوهات يعني. بصور غالبا على الفيديو يعني. من انفو عايز اعمل حماية تحمل ازاي? في كزا طريقة. اول طريقة تقول للناس ده يعني يخدوه كده اختحوه في وضع القراءة تيجي تعدل فيه يقول لك لا يعني عندما عددت الفايل وبعد ما عددت قلت له سيب هبقى اقضى الفايل الاصل بتاع الناس. لا يقول لي اجا اقول له سيب ولله ده مش مسموع لك بسيب. ازاي الخطو دي بتتم? بان يقول له ده ريد اولي. يبقى لو الفايل بتاع مصطفى ده. عمل عاليه من فايل انفو اختار كلمة ريد اولي وراح بعته للناس. اي حد هياخد الفايل ييجي يعدل فيه يقول سيف. البرناميق قلو له لا ده سيف اس. مش مسموع لك تقول سيف وتبوز نسخة الاصلات. ممكن كمان البروتكشن يكون بطريقة تانية خالص. ان الفايل ما يتفتحش اصلا مش يتفتح في وضع القراءة. لأ ما يتفتحش خالص الا بباسورد. انت طبعا لعرف الباسورد وهتديها لغيرك. مثلا. كبا المرضى. كده الفايل بقى يعني مش هينفه يتفتح الا دول كده كده يقول لك يديني الباسورد. كتبت الباسورد صح? يفتح لك الفايل. كتبته غلط لا مش هيتفايل. هي وكون انا مسلا بعت الباسورد دي لناس اللي يخصوني فقط بالايميل. الاجعه تاني اهو يقول لي ده ما عليش يديني امارة الباسورد ده ايه? خيط ايه تاني ممكن عمل اني اخلي الفايل متشير لناس يعني هشير الملف التربار بوينت ده. لخمسة الست. بس هعمل ان في ناس معينة ما اسمح لها تلون وتعمل بولد ويتاليك. يبقى تعمل فورماتك. وناس تانية مش من حقها كلامك. ناس من حقها تكتب. ناس من حقها انها تدين ودليت مسلا. وهكذا. فده كده اسمه ان لو الفايل ده متشير على شبكة ينفع خمسة ستة من الداخلين معي على الفايل ده او المحمد اللي داخل على الفايل من حقه فقط ينسع. لكن ما يمسحش ولا يكتب. ما فيش عبدالله من حقه مش من حقه فورماتك. وهكذا. مش طبع الكم ده لما يكون الفايل متشير للناس. دي خدمة بتتباع ان انا اضيف على بتاعي حاجة اسمها زي العلامة المائية زي بس طبعا مش علامة مائية يعني تبقى زي الامضة زي العلامة الخاصة بالشركة او المؤسسة. اللي تثبت انها صاحب الملف لها. يعني مسلا سيسكو لها علامة خاصة بيها. عارفين لما يقولوا الصورة دي يعني ما ينفعش ايه حد تاني يستخدمها على المنتج غيرنا ولو حد استخدمها يبقى ده بيغيش شواهوة لا اسمه بس دي بفلوس. لو فياتك الفايل ده مش هيقاله الخمسة ستة فاول مرة بتقول لهم النسخة قابلة للتعديل عدلوا فيها بقى ده الاصدار الاول بقى الاصدار التاني بقى الاصدار التالت اللي هو التعديلات. عايز تقول لهم بقى شكرا خلاص ما حدش عدل تقول لهم مارك اس فاينال فده احمية برضو عشان مش كل شوية حد يخش يعدل فايل بتاعك. اخر حاجة في الانفو انك تعمل يعني تشوف مشاكل ازا كان فيه مشاكل جواه زي ايه? الفايل ده لو حتبعته للناس. هل ايه صح ان يكون فيه معلومات شخصية عنك انت? او انت هتخطه اونلاين? لأ. يبقى اعمل تشيك فور ايشو ودول جوا للمستند انسبكت دوكيمنت. هيقول لك تمام انا هعمل الاول بيقول لي سايق احفظ الملف الاول باسم كذا اوكي. يلا تشيك بقى يقول لك يمكن انت ناسي كومنتات مش عايز يعني اخدت مسحها قبل ما تبعتها للجمهور فلو فيه كومنت امسحها يمكن تكتب برسونال افورميشن وفعلا الفايل ده فيه برسونال افورميشن في اسمي. انا لما اشعروا الناس يعرفوا ليه اسم السلاسي يعني? وايميلي ليه يعرفوا? بقى دي معلومات حيوية انا ناسي ان انا كان يكونها مسحة. فالبريبك بيقول له من فضلك فتش على اي اخطاء او مشاكل. ولو فيه ضرب فقط المشاكل وهكذا. اقول له يلا فتش. يقول لي بص انا لقيت برسونال انفورميشن. انت فعلا كتب اسمك في الفايل اهو من صدفة صلى الله عليه محمد في الفايل فعلا. واللي مش مصدقني يبص هنا. اهو. اصحبت النافذة دي كده. هيظهر قدام خلق اللي ده كلهم من الفايل ده الاثر بتاعه هو مصطفى صلى الله محمد. وان اخر واحد عبد اللي اشتغل فيه هو مصطفى صلى الله محمد. لما قلت له. ده قال لي انت سايب ده اسمي. تاريخ ده. عمل واي اه 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 امسح بقى الكلام. بص مسح مسح اي حاجة جوة الفايل تعرفت مين اللي عملها. بصول كده وتحلت المشكلة بتاعتها. يعني يعني الفايل بتاعك ده لو تفتكروا عملت جوة بملف اكسل تاني. فهو لقى المشكلة دي. طب وبعدين يعني. ما قد كده ده خطر علي. ان الفايل بتاعه بينادي على ملف اكسل. ممكن يكون في بيانات حساسة او انا ما خدتش بالي. فدخل على المشكلة. يقولي لا حلها. حلها زلني الغي مسلا. وهكذا. طب هي دي بس اللي ممكن يفتش عليها. لو تتذكروا اللي هي موجودة في هل سيادتك لما حطيت الريسوم في واشكالها اندسية. حطيت للجمهور الغير مبصر. الناس اللي مش ما بتشوفش. ولا لا. ما عرفش. ناسي يمكن ناسيت. حاولوا اكسيسابيليتي. ده سمشورة شخصة اوك زي المكفوفين والناس المعواقة يعني. قال لي ده ده لقيت ارزبتيلة قوي. ما انتش حاطت في ثمان اماكن. عادة نشوف فيه من هم. بيقول لي في الشكل الشلحة رقم اتنين. انت لسمت الدايرة دي لما جيت اعمل من دراول لسمت انا ده. فالغير مبصر بالنسبة له الشكل اللي مش هيتقارد. ايه نعمل ايه? طب انا عايز احلق المشكلة. مش فاهم حاجة. مش فاهم. انا مش فاهم بجد. فده المشكلة. بيشرح لك تحت تحلها زي. ليه لازم تحلها? هيقول لك تحلها عشان فيه ناس اللي هما هتحل. ازاي حلها? انا مش فاهم دس. وليك اعمل تلك كلمين. اختار كلمة اللي بيشرح لك اهو. تمامي. بقول لي كمان انا ياسف. للك كلمين. دي بيعاني يقول لي اختار التكة بس لازم للحركة. واللي يروح هات. مجرد ما حيل المشكلة دي. وقت فيه ابل 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 اي حاجة. واقفل. هبصي لايه اللي كده على السلاحة وماكن اختفى. اختفى. راح لشاعة تانية ستة. واللي امتحطت فيها الشكل ده. ده. اللي هي رسمة الشغرة. الراجل غير المبصل مش هيعرف هيقرة دي. فمن فضلك حلها دي. حلالك ازاي? امزل تحت كده. بيقول لي ايه? نفس الحكاية بيقول الكريت كاينين احطت لها برضو وهكاسب. اوال غير اوبجيت خالص في اختفى الايرور معي يعني. هنا مشكلة في ده كمان. داخل عايز الايرور تكاسب. هنا ريكوردنج. انت حطه. تسجيل. زي علم منه في ايه ده? بنشوف كده زي علم من الايرور ده. اه برضو لازم تكتب وصف تقول ده فيلم فيديو بيتكلم على سيسكو وزاء سجل فيه. اللي هي المكتب الايرور ده بتاع الفيديو هيختفى. خلاص راح نشاهل تسعة. بغاية ما تخلص طبعا ما فيش ايرور هنا ولا حاجة بس عشان يسكتب خالص يقول لك انا خلصت كل بتاعة الفايل بتاعي. نرجع تاني الفايل. اخر نوع من انواع الفحص بتاعت الملف هي في يعني هي حاجة اسمة يعني ايه الكلام? يعني انا مصطفى شغال على تلتمية خمسة ستين. حديث وعمل له ابدات واحدث حاجة عندي. رحتوا بعتوا لحضراتكم ومشايروا على الانترنت. هل اضمن انكم لما تفتحوا عندكم على الاجهزة بتاعتكم نفس الحديث اللي عندي? ومن ثم هيتعرض بكل الامكانيات اللي كانت ظهرها قدام هتزهر قدامكم. الالوان اللي الناس اللي هتزهر معاكم. انواع للتشارك والانتو النسخة الربار اللي عندكم اضعف للنسخة اللي عندي. لا تدعم كل الالوان لا تدعم كل للتشارك. لهو اعلى. يبقى الناس اللي عندها هتلاقي مشكلة ولا لا? يقول لي اه. قال لي انت استخدمت في الشريحة. او عندك تلات مشاكل. في الشريحة اقام اتنين وسبعة. استخدمت حاجات حديثة مش موجودة عند الناس اللي هم عندهم. كما لو حد عنده. عشرة مسلا مش هيشوف العنصر في اتنين وسبعة. هلازم طرح له كده وتحل المشكلة. والشرح واحد وسبعة وتبانية فيها مشكلة تانية انك حاجة برضو من يعني حاجة حديثة شوية الاقدم ما يقرهاش. اكيد يا شباب هاي يقول لك دي المشاكل عشان تخلي الفايل بتاعك اه يقرأ بإذن الله من كل الناس عندهم اصدار قديم جديد ما تفعلش. فايل انفو كمان مرة انفو دي مهم اهو. خلصنا حكاية ميديا بروتكت وتشيك فور اشوز. فاضل اني اعمل حاجة تانية لو الفايل ده بدل مش عايز احفظه على جهازي عايز ارفعه على الوان درايف بعمل له ابلود. كاني بقول له سيب سيب بس على الوان درايف بتاعي. ده جوة مايكروسوفت او انها شايره. يطلع للرابط. وقول له الرابط ده هشايره حقيقة. طوله على الوان درايف وتديني الرابط اللي هشايره للناس. او هتقل الرابط مثلا على الواصل او على الفيس فيبقى الفايل. بدل ما بعت الفايل نفسه باعت اللينك بتاعه. هو يتخزن فين? يتخزن على. فيه طبعا خصائص بتاعت المستند زي مسلا الاوثر ما هو اتمسح. لما عملت انفو اتمسح اسمي. فهو ممكن اقول له بها معلش كمان مرة. تبه يا دوي بس بالانجليزي. فينفع ازود البولو بيرتز بتاعتي. اللي كان كتب بالعربي هو. كان واخد من هنا. انا عملتها انجليش. زودت البولو بيرتز يا دوي. طبعا صلاح محمد. ايه قدرت اقضيف صفة. مثلا الفايل ده اتعامل يوم. النهاردة ساعة تسعة ديش هقدر فيها طبعا. ينتمي الفئة ايه الفايل ده? والله ينتمي الفئة تريلينج. تصنيفه ايه يعني? وهجز. ده كل ده يا طبعا. كل ده موجود فين? في انفو. لو انا اشتغلت على الفايل لغاية الساعة سبعة شوية شغل وقلت سير. اكي? وبعد كده بعد الساعة سبعة دي اللي عملت فيها سيري. فتحت وقلت مثلا وعملت شوية عدلت ضفت كتاب تلون وتقيل سيف تاني. فبدلا ما الملف يفضل على الاخر وقضة اتحفز بيه بسير. لأ ممكن يجيب لك يعني يعني يقول لك بالبلد يعني احب ارجع لك الملف على اخر سيف كنت عامله مبارح الساعة سبعة ولا الساعة تسعة يعني كأنه بيشوف بيعمل لقطات الاوقات اللي عملت فيها سيف في الاوقات مبارحة. بيقول لك لأ انا ينفع رجعك للوقت ده اللي كنت عامل فيه الدنيا بالشكل الفلاني. فقط لغاية كزا. انا نسيت فعلا وعكيت وعملت شوية شغل مهم وقلت سيف والملف باز. دي اللي اتهدت? لأ ممكن اقول له هاتلي كده الهيستوري بتاع البرجن. واقول له لأ رجعني الوضع اللي كنت عامل فيه سيف امبارح الساعة ستة. الامر يا شباب اني عدلت في الفايل كتبت لو انت اضافت حزفت فانا باحفظ التعديل بتاعه. يعني بيحتفظ بكل الاضافات اللي فيها. اما سيف از لأ يعيز احفظ نسخة تانية من الفايل النسخة الاصلية هتفضل زي ما هي. واحفظ نسخة اضافية يا اما باسم تاني يا اما نوع تاني ما تبقاش بايربوينت ممكن احاوله بايربوينت زي ما هو ويطلع نسخة تانية بايربوينت. او احفظ على هيئة فيديو. او احفظ على هيئة صورة زي ما انا عايز. اجل احفظ على هيئة صورة متحركة جاف. فيفضل الفايل موجود زي ما هو بس نسخة منه هي اللي تبقى على هيئة صورة على هيئة فيديو على هيئة ملف تاني باسم تاني زي ما انت عايز. ده لو ناوي افضع بتاعي. فبيسألني دي معاينة طبعا. اسم البرينتة ايه عايز كم كوبي. تبقى كل الشرايح ولا الشراحة اللي انت وقف عليها بس رقم ستة ولا تقوله من اول الشراحة رقم امين الى خمسة. ترجع تاني نقول له لا كله حسب ما انت عايز. طب يعني الشراحة تملى ولا ايه. بكل صفحة يطع فيها شراحة واحدة بس. لأ ممكن نقول له دي بقى الصفحة. بص الصفحة فيها هيدر وفوتر هاي. فانما ستبقى بس فيه. فهي. انا قلت له لا والله مش عايز عايزهم اتنين في الصفحة ممكن يبقى ثلاثة في الصفحة. بس هنا بيديني مكان اكتب نوتسي يعني. اخلق كام? اخلق كام في الصفحة? اخري تسعة. او زي ما انت عايز. تمام بس طبعا كده مش هتشوف حاجة بس يعني هو بيقول لي ينفع يعني. في طبعا اربعة ستة زي ما انت شاهد. لو سيادتك معك بتبع وش واحد. فيه مكان طبعه بيبع وشه ضهري يعني بيبع على الورقة ساحبها وطبع في ضهرها عشان يوفر الورقة. فساعتها تختار وفي يعني بتتبع زي ما قلت لكم على الوشينة. يعني لو الفايل ده عشر ورقات يبع نسخة كاملة منه وانتعايز منه نسختين مسلا. تلات نسخة. وهو عشر ورقات. كلاتت يعني يطلع انت عايز تلاتة كابي. طلع نسخة كاملة من الفايل لشخص. يبعه كمان مرة للشخص التاني والتالي. ده اسمها كلاتت. ممكن تقول له. يبع بعدد النسخ انت عايز تلاتة. يبع اول صفحة تلات مرة. تروح انت مزعهم على اول شخص. تاني صفحة يبعها تلات مرة. لو مزعها من تلات افراد وهكذا. وفيه على فكرة فيها كده اماكن مخارج يعني توزيع ولا. يعني الصفحة تطلع في مكان. النسخة التانية تطلع في الرائد التاني او الدرج التاني. التالت الرابع وهكذا. وهي الصفحة التانية فوق الاولى. تانية فوق الاولى التانية. الصفحة تطلع بالطول ولا بالعرض. الملف ملون لكن عايزه يطلع او هو ابيض وسود وانا عايزه يطلع ملون. يعني هو من جوه ملون وانا عايزه يتبع او من جوه روابط رسل ده انا عايز يطلعهم الاول حسب ما انا عايز. ده كده بالنسبة لبرنت شير ما شفناها من شوية كانت موجودة في انفو. اني اشار الملف ارفع الوان درايب وبعط الروابط للناس. دي جامدة بقى قوي اكسبورت. اكسبورت شابه سير اس. بس اقوى منها. انتم فاكين في سير اس كان فيه امكانية حوال هالكو تاني. اني احفظ نصحة من الملف على هيئة الصورة. هي صورة متحركة او صورة عادية او صورة شفاف بابينج. كل دي صور على الفيديو. او احفظه على هيئة فيديو. كل دي طب كده بصوا فيها هتلاقيه برضو بيقولك احفظه لك على هيئة او فيديو. طب هو ده تكرار يعني كان فيها الكلام ده ليه قالوا في بتقوله صورة متحركة يقولك تمام وبس. فيديو يقولك تمام وبس. لكن هنا لما يقوله صورة متحركة يقول لي اه بقى المجودة. هنا بقى يديك امكانية اعلى شوية في يعني صورة بس اه اه متوسطة الجودة اه كبيرة صغيرة. طب زمن الصورة متحركة تبقى زمن الحركة فيها زمن التحريك يعني سارية اتنين تلاتة تبقى طيبة سريعة. طب تحب الصورة متحركة تاخد كل الشرايح ولا الشرايح من واحد الاثنين وثلاثة. يعني كنت اقوله من واحد الاثلاثة بس. اعمل لي صورة متحركة. كده تاخد التلات الصراحة الاولى. خلصت شغلك خالص تقول له. فيعملك ملف عبارة عن صورة فيها مين? فيها التلاتة بس. اوكي موجودة هي في الدوكم انت عبرها لكم. ايه? هي دي. ايه محظة? ايه جيف بقى. ندور على الانتداد. الجيف بتاعي. تمام? لسه باعت شوية. سورة. ايه دي. ايه? اشوف كده الناتج. صورة متحركة. فيها ايه فيها التلاتة? تلاتة سلايت. حيود يقلب فيهم كده كأنني عملت ايه يا جماعة? ده الفيديو عملته صورة دي وقت. هكي بتشوفوا حاجات زي كده على الفيسبوك. جيفي والحاجات اللي زي كده. بس جواها الفيديو اللي كان في هيعرض التلاتة سلايت. وكلهم في ناية ايه? متعاملين معاملة الفوتو. انا انتجت كده صورة متحركة. يعني انا ممكن تستخدم الباور بوينت بنحط صورة مثلا لكاراكتر. زي مثلا ميكي ماوس زي ولد مثلا. واخلي الكاراكتر ده وضع رفع ايده في الشراحة التانية منازل ايه شوية في الشراحة التالتة منازلها فالس وفي الشراحة الابعة بيلفه وفي الخمسة بيدل نفسه. وحول الاربع صورة دول لجيف. تطلع صورة متحرك. تطلع رسوم متحرك. اه جميلة جدا يعني. نرجع تاني. انا قرأة بتخلص خلاص. لو قلت له فيديو. طب ما كان في فيديو في سيف اس كان في فيديو. لا اهنا. اهنا متكبسة. نظرها ايش. ولكن لفرولتين يمسكين يا البيت يا رب اقول لك مع ذلك الاتصال كانت تصل خلاص انا هخلص يا جماعة بنهي يعني الاكاونت بتاعك كنت داخل على حساب الوزارة مسلا ممكن من خلاله تعمل ممكن من خلاله تعدل في بعض الاعدادات يعني تعمل تخرج من الاكاونت الوزارة متسجد في الاكاونت تاني وهكذا لو ديك اكتر من الاكاونت على مايكروسوفت يعني تماما يا شباب بتاعة بتاعة الافيس عندك عاملة ازاي من اللون الخلفائي دي كده سيستم سيتنج انا هم يمكن قوله لا والله يخليك كولارفول قوله سيف واشوف كده هيبقى عاملة ازاي او يعني اقفل وافتح هتلاقي الانونة ضغيرت ما رأيتش باللون اللي موجود هنا ده وهكذا تماما يا شباب في باك بقى حضرتك عايز تبعث للشركة في مايكروسوفت تبعث لهم انا مبسوط منكم قوي على الباوربونت اللي انتم بعد تقولي ده الفرجن ده زي الفوت او زعلان قوي عشان في ايه كذا 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 او تبعث لهم يعني ده مبسوط او زعلان وخلاص يعني هنا بقى تقول لهم لا ده انا عند اقتراحات للحل كمانا مش بس زعلان من كذا مبسوط من كذا زعلان من كذا مهمة جدا 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 خيارات البرنامج زي مسلا اه لما جو اعمل سيف البرنامج يعمل اوتو سيف كل عشر دقايق يعني انا لو نسيتها سيف هو كل عشرة دقايق يحفظ لي الشغل بتاعي كان زمان في مشكلة يقولك احفظ عشان لو ما حفظتش والنور روح مسلا خلال الكلاب انقطع كل اللي عمدته روح فدلوقتي بيقولك انا كل عشرة دقايق بعمل سيف طب الفايل اللي بتسيف قليلا ده حصل في الجهاز او اتقربت قطعت تحب ترجعه تاني ترجعه مني بيقولك المكان اللي هتلاقي فيه في المسار الفلاني طب مكان الحفظ الافتراضي فين بتاع باوربونت في الدوكلمنت قابل للتعديل وهكاسب واعدادات اخرى كثيرة اه اعدادات اللغة عشان تعرف البنامج يعني بيبص وجهته ايه ده انجليش ما عنديش ترجمة للهوم وانسيرت مش كاتب مسلا الرئيسية يعني وجهة البنامج انجليش بس لو عايز اخليها عربي الوجهة الوجهة نفسها يبقى لازم اصطب اه احمل يعني ده الوجهة الى عربي اه وهكذا يا شباب اهم حاجة طبعا خلط متقدمة يقولك ليه تعمل يعني لو قلت ينفع يرجع لاخر كم خطوة اخر عشرين خطوة ممكن اقوله لا والله اسمحني بالغاية انجول لغاية خمسين خطوة لورة اعمل حاجة جامدة شوية ويعني اه خيالات متقدمة شوية مش عايز ايه اه اتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي هميني بس اهم الاوامر اللي اتقالت اه في الفترة في الجزء في حاجة البلونتر بتاعتي مسلا اه دي دي ده وعالية الجودة فممكن اقوله اتبع بالهاي كواليتي انا في فايل ادفانس دلوقتي ما زالت كده قلت له بما اتبع اتبع هاي كواليتي طب العكس لو بتاعتي الحفر بتاعها عايز احافز عليه انت عايز يخرز بسرعة اشيلة تكة من هاي كواليتي فيتبع بجودة اقل شوية ماشي يا شباب ده باختصار اهم الاوامر اللي في الباور بوينت اه في اي استفصال في اللي تقال ده يا جماعة انا عرف اتطولت عليكم النهاردة تعطيكم يعني معي ما معلش في اي حاجة مش واضحة تماما طيب اه على قناة اليوتيوب ان شاء الله هتفعلوكم برضو الرابط بتاع المحاضرة الاخيرة دي وهي موجودة مع المجموعة اللي قبلوكم يعني انا مسجل مرتين الحالي ده هيترفع لكم ان شاء الله وفيه التسجيل السابع عايزكم برضو تطلوا عليه وقتمعو بالاتنين كل مرة بنقدم فيها محاضرة طبعا بتقال بتقريبها مختلفة يعني فاشوفوا قرنوا يعني للاستفادة اه تفضلي يا سالم عايزة تقولو ايها بنتي. انا دخلت بعد ما المحاضرة بدأت بروبع ساعة فقلت اقول له حالك عشان غياب بس. لا متقلقينش انا اخدت الغياب واهو كمان مرة اخيرة. بصوا يا شباب عشان ما تقلقوش من غياب. الآن فيه تحديث بيديني تقرير مين دخل امتى والساعة كام يعني. فانجيب لي اللي حصل كل دي. تمام? يعني حتى لو طالب دخل دي او خرج على طول بعض. ماشي? ما تقلقوش من دي خالص. مساء التبوية المفهوض يعني احدى الغيابة المسموح لنا كم غيابة عشان يعني ما نعديش التمانين في المائة. ماشي شهاد? اه انتو عدد محاضراتنا حوالي عشرة محاضرات او هم عشرة محاضرات. يبقى مسموح بغياب محاضراتين فقط. تمام? نعمل. عايزين اتفق نعمل اقاف تسجيل اول.